نهاردة يوم حلو انتخابنا للوطني بيتأهل إلى أمم أفريقيا بعد الفوز على موريتانيا 1-0 بهدف رائع في مهارة فردية لإبراهيم عادل اللعيب المميز جدا اللي نزله كابتن حسام حسن في الشوت الثاني وجاب هدف كرة من نص الملعب لأ حارس المرمو بتقدم حطها لب كده من نص الملعب حاجة رائعة جدا هدف من الأهداف الحلوة ومشاء الله عادل كل مباراة بلعبها حتى لو وقت قليل بلعبها مع منتخب مصر الأول بيثبت نفسه منتخب مصر بيكسب المكسب الرابع بالنسبة له على التوالي في مجموعته في بطولة أمم أفريقيا أو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فوز على موريتانيا 1-0 في نواكشوت في عاصمة موريتانيا وأرقام رائعة لمنتخب مصر يعني احنا سعدنا بالعلامة الكاملة من الأربعة منشاطة اللي احنا لعبناهم وكسبنا الرأس الأخضر وكسبنا بوتسوانا وكسبنا موريتانيا في الجولة الثالثة هنا في القاهرة 2-0 وكسبناهم هناك 1-0-12 نقطة لمنتخب مصر أكدت صعودنا إلى بطولة أمم أفريقيا القادمة عشرين خمسة وعشرين في المغرب إن شاء الله في شهر 12 عشرين خمسة وعشرين ومنتخب مصر سجل لغاية بالوقتي عشر أهداف عشر أهداف ما شاء الله وما دخلش في مرمانة ولا هدف ولا هدف حتى الآن في أربع لقاءة أرقام حلوة قوي بالنسبة لمنتخب مصر والناس هتيجي تقول لي عم كريم تمام فيتوريا كان برضو ماشي كويس قوي مع منتخب مصر في التصفيات وبنكسب هنا وبنكسب برة وبنكسب جوة جينا في الجد في بطولة أمم أفريقيا ما عملناش حاجة وكان الأداء وحش خلينا يعني نتكلم الأول في الإيجابيات وبعدين بقى نتكلم في الحقوق طبعا لسه الغاية دلوقتي ما فيش اختبارات قوية بالنسبة لمنتخب مصر لكن احنا ماشيين في طريقنا كويس ماشيين في طريقنا كويس فيما كسب كتير جدا هشرح لكو طبعا المباراة بلسه قبل ما نتكلم عن الماتش النهاردة وإيه اللي حصل في الماتش فيما كسب كتير جدا جدا أول حاجة ثقة الجمهور المصري والإعلام المصري والمنظومة بتاعت الكرة في مصر بقت كبيرة جدا في كابت الحسام حاسم كنا الناس كانت في البداية بتشوف كابت الحسام حيعمل ايه مع المنتخب الناس دلوقتي عندها ثقة المنتخب مصر بيكسب بيكسب بنتايق كويسة بيكسب برة وجوه بيكسب بأهداف كتيرة في معظم الماتشاط ما بيخشش في مرمانة أهداف ده مكسب كمان بدأ مش بدأ ده هو شغال في القصة دي بيدخل اللعيبة اللي عمرها الصغيرة لعبة المنتخب الأوليمبي يعني النهاردة في الملعب بدأ بتلاتة من لعبة المنتخب الأوليمبي بدأ بقصام الفيصل في خط الهجوم وبدأ بمحمود صابر في نص الملعب وده يعني مكسب كبير جدا محمود صابر وبدأ بحمد عيد اللعيب طبعا اللعب المنتخب الأوليمبي ده معنا ان كابت الحسام حسن بيلعب او بينزل معدل الأعمار بتاعت لعبة المنتخب وده اللي احنا كنا طلبينه ان في الفترة اللي قبل كابت الحسام حسن معدل الأعمار كان كبر جدا بالنسبة لعبة منتخب مصر غير اللعيبة اللي موجودة احتياطية بقى فيه ست سبع عناصر من اللعيبة المنتخب الأوليمبي موجودين وبيشاركوا كمان مع منتخب مصر الأول ده مكسب كبير لعشرين بقى عندنا أجيال مختلفة في المنتخب أعمار مختلفة في المنتخب أي فرقة في العالم لازم يبقى عندها معدل الأعمار فيه شباب وفيه معدل الأعمار اللي هو المتوسط وفيه معدل خبرات اللي فوق التلاتين كل معدل أعمار أو كل مرحلة سنية بنسبة في صفوف المنتخب فعندنا دلوقتي جميع الأعمار فيه منتخب مصر الصغير الشباب اللي هم بتوع المنتخب الأوليمبي هنلاقي اللعيبة الوسط الخبرات أو جيل الوسط في المنتخب زي مروان عاطية وأكتر من اللعيب هنقول لكم يعني وجيل الخبرات عندنا تريزيجي دلوقتي خبرة عندنا محمد صلاح خبرة عندنا لعيبة كتير خبرة في المنتخب رامي ربيعة خبرة محمد الشنوي حارس المرمى خبرة حمدي فتحي خبرة في منتخب مصر فبقى عندنا عناصر مميزة جدا وأعمار مختلفة وهو ده العناصر هي دي العناصر المزبوطة بالنسبة أن يكون عندك فريق ومنتخب قوة فدي إيجابيات كلها السلبيات إيه بقى السلبيات مش لاقي سلبيات لكن الناس اللي عمالها تتكلم دلوقتي تقولك طبعا إحنا لسه ملعبناش حد لسه كل المنتخبات دي أه ماشي بس إحنا أنا أنا بقى كريم إحنا خلاص وصلنا أمم أفريقيا وحنوصل كاس عالم إن شاء الله إن إحنا مجموعتنا برضو إحنا كاسبين ومشيين بشكل كويس جدا في مجموعتنا في كاس عالم أنا طالب من كابتل حسام حسن حاجة عملها كابتل حسن شحاتها وعملها كابتل محمود الجهري نلعب ماتشات ودية مع منتخبات كبيرة نلعب البرازيل ونلعب إيطاليا ونلعب البرتغال ونلعب أسبانيا نلعب مع المنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا اللاتينية ماتشات ودية كتيرة الفترة اللي جاي يعني أي أجندة دولية مفهاش ماتشات رسمي أعمل ماتش ودية مع منتخب كبير على مستوى العالم ليه حتى لو خسرت بس يبقى عندي لعيبة خدت احتكاكات ولعبت ضد منتخبات كبيرة عايز أقول لكم حاجة كابتل محمود الجهري الله يرحمه يعني كان مدربين طبعا العظام جدا جدا في مصر خلى منتخب مصر فترة التسعينات اللي هي لما صعدنا كاس عالم سنة 89 جنب تاعة كابتل حسام حسن في ماتش الجزائر لعبنا ماتشات ودية مع منتخبات كتيرة جدا جدا قبل كاس العالم فلما رحنا كاس العالم عملنا ماتش جامد قدام أولندا عملنا ماتش جامد قدام أيرلندا عملنا ماتش جامد قدام إنجلترا رغم ان احنا تصيرنا واحد صف لو تفتكروا كنا لعبنا التشيك وكولومبيا ولعبنا منتخبات كتيرة جدا وسكوتلندا أنا فاكر ماتش سكوتلندا كسبناهم ثلاثة واحد في سكوتلندا وكابتل اسماعيل يوسف كان جاب جون وكابتال حسام حسن كان جابجهم الكلام ده في فترة سنة تسعة وتمانين قبل قبل كاس العالم تسعين عملنا مطشط ودية قوية جدا لعبنا رومانيا وكولومبيا والشيك انا فيها كروس كوتلندا ومطشط كتيرة جدا كابتال محمود الجوري عمل يجي حوالي خمسة وعشرين تلاتين مطش عشان يعد منتخب مصر ان هو يعمل حاجة في كاس العالم او يبقى شكله كويس في كاس العالم نفس القصة عملها كابتال حسن شحات كابتال حسن شحاته لما ميسك منتخب مصر كان بيلعب تصفيات امم افريقيا وبيلعب بطولات امم افريقيا وبيلعب تصفيات كاس عالم ولعبنا مع كمية منتخبات كبيرة على مستوى العالم لعبنا الارجنتين هنا في مصر لعبنا مع السويد لعبنا مع الدنمارك لعبنا مع الارجوي لعبنا مع كوريا الجنوبية لعبنا مع اسبانيا لعبنا مع البرتغال لعبنا مع انجلترا في انجلترا في 2010 لعبنا مع منتخبات غير بقى الماطشط الرسمية اللي احنا لعبناها مع البرازيل في كاس تكرات ومع ايطاليا وامريكا لعبنا ماطشط كتير جدا منتخب المصريpants ايام كابتن حسن شهارت وده اللي خلي منتخب مصري عنده خلاص بتلعب قدام البرازيل عادي بتلعب قدام انجلترا عادي بتلعب قدام ايطاليا عادي بتلعب قدام فرنسا عادي اسبانيا البرتغال السويد الدولمارك ارغوي منتخبات كتير جدا على مستوى العالم وبقينا خلاص الموضوع عادي بتلعب قدام او بتحتك بمستويات عالية فانا طالب كده بقى من كابتل حسام حاسم هو طبعا بدأ الكلام ده في البطولة الدولية اللي اتعاملت في مصر لما لعبنا قدام كرواتيا ولعبنا قدام نيوزلندا لكن احنا بقى الفترة الجاية عشان يبقى عندنا منتخب جامد لازم نلعب مطشاط ودية دولية مع منتخبات كبيرة خلال الفترة ومش مشكلة نتغلب المهم نحتك ونخبط ونلعب ونشوف المدارس ونشوف المنتخبات اللي رتمها سريع جدا نتوكب مع الكرة العالمية عشان يكون عندنا منتخب قوي